فنانة نجات كفة الميزان التانية في عمود عبدالوهاب وطبعا الكفة الأولى عبدالحليم حافظ يعتبروا يعني نجاته عبدالحليم المدفعية السقيلة لفنانة الكبير الأستاذ محمد عبدالحليم رحل عبدالحليم وفقدت نجات الكثير من حماسها لإنجاز الأعمال اللي كانت دخلة فيها في المنافسة مع عبدالحليم ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لي عبدالرحمن نجات بتكلمني وبتقول لي أنها عايزة اشتغل وأنا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما يتغنيش أنا كنت ساكن في الوقت ده في الزمالك وراء بيت نجات يعني كان ممكن نتخاطب أنا والفنان نجات من الشبابيك الخلفي فقلت له لا هي كلمتني وأظنها جادة جدا ويعني راغبة في أنها تعمل عمل ولتقينا عند نجات نجات لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس يعني هما يقولوا موسوسة وأنا يقول لا مش موسوسة هي بس محسوكة يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان وصعب التعامل معها صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا وتعيش في عالم ذاتي فلابد الغنة تكون متوائمة معها توائم كامل قعدنا أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على المكت وقالتلي عبد الرحمن عايز أغني قلتلي حاضر يعني تغني قلتلي شوف أنت غني قلتلي والله أنتو عمرك ما قلت موال يعني ما سمعت كده بتقولي موال فانا حاملك موال من سطرين كده صغير كده نقوله وبعدين الليف تعالينا ربنا به يعني إيه نقوله وقد كان وقلت عيون القلب صهرانة ما بتنمشي لنا صحية ولا نيمة ما بقدرش يبات الليل يبات صهران على رمشي وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم روح ينوم من عين حبيبي روح ينوم قلتلي الله ده جميل قوي واعتبر أن نحن هنغنيه ما عادة كلمة واحدة اللي هي تشبع وهو عيونه تشبع نوم الشبع ده للبطن وللأكل وللحاجات دي يا سيدي طبعا ما ليه مفيش ما لا بديل لكلمة تشبع نوم يعني هو عيونه ايه تطفح نوم تطرش نوم تأملهاش يعني هو عيونه تشبع نوم وأنا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم قالت طيب يعني في آخر الغنوة نبقى نشوف وبدأنا نقول بقية الغنوة بقية الكلام اللي أنا كتبته والحقيقة أنها مش عارف كم فيه روح يعني في الغنوة دي كان فيه روح يعني أن أنا أقول أنت تقول وتمشي ونصهر منامشي يعني يلي ما بتصهرش ليلة يا حبيبي صهرني يا حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك ما اقترضتش إطلاقا لحد ما وصلت كمان وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو صوتك حلو قلبك حلو وحتى لما تتعبني وصهر لك صهرك حلو ربنا فتح على الموج أنا أقول إيه لحانها مثلا في يوم ولا في يومين وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة ورحت هربانا من ورانا سجلتها هي كتبت نوتها هي وسجلتها هي وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكتر من 11 سنة دايما نجاة تعمل مشاكل يعني دايما نجاة تعمل الغنى والغنى ممكن ما يطلعش للناس يظل حبيس أدراج الفنانة الكبيرة نجاة